بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نحكي انا وياكم هلا على الجزء في هذا الجزء التالف من محاضرتنا لليوم طبعا بعد ما بلشنا بالجزء القبل هيك بالنوكليوتايد او بالنوكليك اسد وحكينا عن المكونات النوكليوتايد بشكل اساسي اللي بتكون في ال DNA وال RNA بدنا نتعرف هلا على اشي اصغر من ال النوكليوتايد ايش نوكليوتايد ناقص الفوسفاتي بكلام اخر النوكليوتايد يساوي الشغر اللي هو رايبوز دايوكتيرة في حالة زائد النيتروجين باز او زائد القاعدة النيتروجينية معناته انا بقدر احكي انه النيوكليوسايد هو نفس مكونات النيوكليوتايد ناقص الفوسفاتي جروب انتبه معي ركز معي لما احنا بنحكي نيوكليوسايد بدي يتبادر لديهنك على طول انه هو عباره عن النيتروجين باز المرتبطه مع الريبوز شجر او مع ديوكسي ريبوز شجر من غير الفوسفاتي جروب اذا ضفنا للشغر والنيتروجين باز الفوسفاتي جروب شو بصير اسمه بصير اسمه نيوكليوتايد اذا فالنيوكليوسايد هو عباره عن ارتباط الديوكسي ريبوز شجر او الريبوز شجر مع النيتروجين باز من غير ما يكون عندي الفوسفاتي جروب موجوده المطلوب منك انت بالنسبة للنوكليوسايد المطلوب منك تعرف كيف بصير الارتباط بين الرايبوتشوجر والنيتروجين بالنوكليوسايد اذا انا عندي القواعدة تبعتي بيورين وحكينا بيورين هم القواعدة النيتروجينية اللي بكون مكون من اكتر من حلقة هم اللي موجودين في صحة 128 الادينين والليغوانيين في ممكن انتوا يكونوا من كم حلقة حلقة وحلقتين مما نسميه هدولنا نسميه بيورين بيز بينما اي قاعدة نيتروجينية او اي نيتروجين بيز تكون مكون من حلقة واحدة ايش منسميها منسميها بيريميدين اللي هم السايتوسين واليورس والثايمين طيب معناته اعرفه معناته لو انا كانت عندي النيوكليوسايد القاعدة اللي فيه او النيوتروجين بيد اللي فيه ادنين او بوانين يعني هيب يورين رح اسميه كالاتي رح اخذ اول اربع حروف من الاسم واضيف عليها المقطع او اس اي ان اي بينما لو كانت القاعدة او النيتروجين بيد اللي موجودة في النيوكليوسايد تبعي هي بيريميدين يعني هي اما سايتوسين او ثيامين او يورسل رح شو اسوي رح اخذ مقطع من الاسم والمقطع مالوش هذا يعني انا في السيتدين تمام في السيتدين او في السايتوسين عفوا في السايتين انا شو باخد انا باخد في السايتوسين انا شو باخد باخد اول تلات حروف بينما في الثامدين باخد اول اربع حروف وهو في اليورسل عفوا باخد اول حرفين باخد اول حرفين وبص بضيف المقطع اي دي اي ان اي حتى نفهم اوني اياكم رح نشوف الانثلة هاي مع بعض انا جيت حكتلك لو انا النيوكليوسايد تكون من رايبوز زائد ادينين اعطيني اسم النيوكليوسايد بدك تحكيلي طالما انه ادينين معناته انا عندي بيورين معناته انا شو بعمل باخد اول اربع حروف من الاسم A D E N وبحط O S I N E فشو صار عندي الاسم ادينوسين معناته لما انت بدك تصير تعرف لما تسمع كلمة ادينوسين شو يعني هي نيوكليوسايد مكونة من رايبوز زائد ايش زائد القاعدة ادينين طب يا ميس لو كان انا عندي الريبوز زائد اليوريسل لو انا كان عندي الريبوز زائد اليوريسل طب شو بدي اعمل بدي اخذ من اليوريسل اول حرفين بدي اخذ ال U و ال R سوف اضيف المقطع اللي هو I D I N E فشو صارت عنا صار اسمها يوريدين معناته نيوكليوسايد يوريدين مكون من الريبوز زائد اليوريسل مكون من الريبوز زائد اليوريسل طب تعال شوف لو انا يا مثل ما كان عندي اصلا رايبوز انا كان عندي دايوكسي رايبوز كيف بدي اعبر عنه ولا اشي بكل بساطة بتحط حرف D بتحط جنبها نقطة او شخطة او ممكن تكتب كلمة دايوكسي ما في مشكلة يعني ممكن تحط زي هيك تمام نقطة او دايوكسي شخطة ما في مشكلة دايوكسي نقطة دايوكسي شخطة دي نقطة البدك يا ما في مشكلة تمام بالنسبة لسايتوسين سايتوسين انا دايما باخد اشي جماعة باخد اول ثلاث حروف باخد اول ثلاث حروف هيها ستي و ايش ضفت بعدها ضفت اي دي اي ان اي فشو صارت دايوكسي سيتيدين لما انت بتسمع دايوكسي سيتيدين معناته الريبوز اللي بيكون هذا النيوكليوسايد هو الديوكسي رايبوز و طبعا النيتروجين بيس هي السايتوسين طيب لو انا كان عندي يا جماعة رايبوز شغر مع الثيامين الثيامين انا شو بعمل انا باخد اول اربع حروف باخد اول اربع حروف فباخد الثايم وبحط ال اي دي اي ان فايش صار عندي صارت عندي تايميدين طيب لو انا تركت المثال الاخير حتى احله انا وياكم حاول اتركز معاي لو انا حكتلك انا عندي ديوكسي رايبوز زائد لقوانين لو انا عندي ديوكسي رايبوز زائد لقوانين طيب لقوانين يا ميس بيورين لقوانين افهم بيورين بيورين معناته عفوا بدي اخد اول اربع حروف بحكي جي اي يو ان طيب ايش المقطع المخصص للبيورين او اس اي ان اي طيب نسينا اشي اه نسينا اشي شو نوع الرايبوز نوع الرايبوز ديوكسي رايبوز معناته بحط دي نقطة فصارت عندي دي ايجواينوسين او ممكن تكتبها ديوكسي ايجواينوسين ما في مشكلة سواء هيك صح سواء هيك صح بتمنى يا جماعة تكون فهمت وركزت معاي فكيف تسميت النيوكليو سايد طيب هلا بدك تسألني سؤال او انا بدك تسألك سؤال حلو كتير سؤال بحكيلك طب يا ميس انا كم النيوكليو سايد عندي في الدنيا اه سؤال ذاكي وسؤال حلو طيب خلونا نحسبهن مع بعض انت كم قاعدة نيتروجينية عندك خمسة السايتوسين ثايمين الادينين واليوريسل طيب كل واحدة ممكن ترتبط مع رايبوز او مع ديوكسي رايبوز طيب معناته عدي الاحتمالات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة معناته كم نيوكليو سايد عندي في الدنيا عشرة نيوكليو سايد يا مس هل في غيرهم لا ما في غيرهم هم عشرة نيوكليو سايد اللي موجودات في جسمك والموجودات في الدنيا هلا بدي احكي لك شغلة مرات يا جماعة في الجسم بتكون هدولة نيوكليو سايد حرات كيف يعني حرات يعني موجودات لحالة مش لازم انهم يكونوا يعني بارت من الدنيا يعني مرات انت بتحتاجهم في عمليات اخرى او في اشياء اخرى في الجسم غير تكوين الدنيا والارنيا بس مشان تكون هاي المعلومة موجودة عندك في بعض الطلاب بيحكولي طب ميس احنا اصلا المطلوب بنا بس نيوكليو تايد لا ما هو حتى النيوكليو تايد لحتشوف انه في بعض النيوكليو تايد موجودة في جسمك بس مش وظيفتها تكوين الدنيا والارنيا الفيديو النيوكليو تايد او 4 نوع من المكنون و الار knee اungen 24 نوع FOCI تحقيق النيوكليو تايد 30 نوع مكنون تواطة معنات مثل المرة لهم فوائد اخرى في الجسم نعم لهم فوائد اخرى في الجسم مثلا مركب الطاقة وهو الاتب ان شاء الاختصار لايش الاتب اختصار لادينوسين ترايفوسفاد يعني هون نيوكليوطايد وهيه جزئ الطاقة معناته هدولة النيوكليوسايد او النيوكليوطايد ممكن اوكي على راسي وعيني يكونوا بارت من تكوين من جزء من تكوين الديانيا والارعيني لكن لهم وظائف اخرى في الجسم فا انت ممكن فعلا انك تلاقي في جسمك مثلا يوريدين او تلاقي في جسمك تايميدين ويكون لحاله حر ماشي في الدم او له وظائف اخرى في الخلايا فهاي الملاحظة بتمنى تكون عندكم واضحة نيجي على الاشي اللي ضل عنا اللي هو كيف بارتبط عندي القاعدة مع الشجر يعني كيف تتكون الرابط او بين ايش و ايش تتكون الرابط هلا اذا انا عم بحكي عن بيوريدين او بحكي عن بيوريدين بيز او عم بحكي عن قاعدة تتكون من حلقة نيتروجين واحدة تمام فبكون دائما الارتباط بالكربوني ون للريبوز مع ايش يا جماعة مع النيتروجين الاولى اللي موجود في الحلقة النيتروجيني هادي رقمها واحد فدائما بيكون الارتباط بين N1 و C1 طيب لو ايجينا نحكي عن البيورين يعني عن الادينين او القوانين بتلاحظ انهم بتكونوا من ايش من حلقتين هلا هون بيكون الارتباط من الكربوني الاولى من الريبوز مع الكربوني التاسعة من النيتروجين مع الكربوني التاسعة من النيتروجين بيز النيتروجيني هادي يا جماعة رقمها تسعة طيب بتحكي لي يا ميس لما بتتكون الرابطة هاي هل بيخسر المركب اشي نعم بيخسر المركب H2O طيب يا ميس كيف يعرفت انه بيخسر H2O ارجع لتركيب الحلقات صفحة 128 بتلاقي كل واحدة من النيتروجيني ايش مرتبطة فيها مرتبطة فيها هيدروجيني صح؟ طيب لما هون صارت الرابطة وينها الهايدروجيني يخسرها المركب طيب انتو بتعرفوا انه في الاشكال الحلقية دائما كنا ايش نحكي انه كل كربوني هون عليها H-O-H طيب وين ال-OH راحك؟ ال-OH خسرناها على شكل H2O معناته دائما لو بتتكون هادي الرابطة بيخسر المركب H2O بيخسر المركب H2O طيب طبعا اللي كاتب لك يا الكتاب زي اللي انا حكيته مافيش اشي غير ولا اشي تاني حكيلك طبعا انه لو ما بتتكون الرابطة بنخسر جزيق ما زي الحكي اللي حكيته هسه حكيلك انه عن التسمية انك بتضيف المقطع ID هاي اي دي اي 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 مثلا رايبوز زائد سايتوسين ايش بيعطين سيتدين رايبوز زائد ثيمين بيعطين تايميدين رايبوز زائد يوريسيل بيعطيني يوريدين لما بكون انا عندي دايوكسي رايبوز بحط دي شحطة طبعا هون في صفحه 130 في صفحه 130 حكيلك بس ايش حكيلك من وين او شو الارقام اللي بتصير عندي في الارتباط بصير عندي الكربوني الكربوني من السكر مع النيتروجين الاولى اذا كان انت عم تحكي عن بيرميدين رينج و الكربوني الاولى مع النيتروجين التاسعة اذا انت بتحكي عن بيرين رينج اذا انت بتحكي عن بيرين رينج اذا انت بتحكي عن بيرين رينج انا لحد هون جماعة راح اخلص محاضرتي اليوم ان شاء الله المحاضرة القادمة راح ناخد فيها النيوكليو تايب ونكمل الى نهاية هذا الشبتر باذن الله تعالى يعطيكم الف الف عافية اشتركوا في القناة